جاء على شيفنا بقى ونشوف وصلنا لإيه إحنا قلقانين وقاعدين على أحر من الجمر أنا شايف مفيش حد بيسأل على الأكل لا 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 ده أصبك أصبك أنا مستنيه بس تدخل في السخن كده ونفتزي ندخل في الكلام اللي جامد زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل احنا بنعمل فراخ في الفرن طب بناها خدت الزيت وخدت لامون وخدت المالح والفلفل والشاتوم ده دخلنا الفرن على درجة حرارة 180 اللي بتفرجوا علينا أو حد يحب يعمل موضوع ده بابا نويل طبعا عايزي أكل فراخ لمدة 45 دقيقة هنعمل معها رز بسماتي والرز بسماتي ليه طرق كتير أو تتعمل بيه بصل مبشور وطم مبشور وزيت وزبدة مالح وفلفل وكمبون وبابريكا ورق لورة وحبهان وبسيبوا المية بتغلي وبعدين بنسقط الرز لمدة 20 دقيقة طب المية قد إيه يا شيف على الرز بسماتي يا شأنبو عرفش أعمل حيلو الكلام برضو الإخواتنا اللي بتفرجوا أكيد طبعا كل اللي بتفرجوا بعرف يعنيه الرز تقريبا احنا بيخلي المية 2 سنطي فوق الرز طب 2 سنطي دي احنا نعرفها ازاي يعني بالويم كده يعني كده فيه وبعدين بنقلب الرز أول ما بيشعب ميته بنوطي النار عليش تمام عشرين ده بالزبط وتأكل رز بسماتي يعني رز بسماتي بياخد مية أقل من الرز العادي ولا زيادة لا بياخد مية أقل من الرز العادي فعلا طب أنا كان عندي معلومة بياخد مية ضعف لا لا ما بياخدش ضعف ولا حاجة هو حسب نوعا أو درجة الرز اللي تبستعمليها الرز البلني بياخد مية كتير تمام الرز اللي هو الدهبي اه الرز الأبيض ميته معقولة اه واللصفر هما نعين من الرز الاصفر ده بياخد كاري وكركم فبيبقص انا اتكسفت جدا ستتقون يا جماعة والله يبقى عرف أتبخ لا هو الأكل السهل انا فكرة الاصفر ده كده ربنا خلق أصفر طيب احنا وصلنا لأيه دلوقتي يبقى عملنا الرز البسماتي خلاص بصل مبشور وتوم مبشور زيت وزبدة ملح وفلفل وكمون وبابريكا تمام وبياخد إرفعود وبياخد ورق لورة وبياخد حبهان تمام يبتغلي وبننزل فيه بالرز تمام عملنا الفراخ في الفرن زي ما قلت لحضرك تبينها زيت لمون وملح وفلفل وبعدين توم ودخلت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة فرخة واحدة يا شيف عملنا هلنا يا شيف احنا جايبين فرخة بس دي بتاعتي وزن كبير شوية دي بتاعتي لوحدي عشان منزلشون من بعض فان شاء الله نبدأ سنة جديدة كده بديكرومي هو في الفرن تمام رز بسماتي بقى ونعمل استيك ونعمل بشاميل والدنيا حلوة وليلا جميلة يعني تمام طيب دلوقتي يا شيف انت شغال في ايه دلوقتي يعني رز بقى انا خلط بقى اشتغل في السوتي مع السوتي السوتيك وتوم وسنة زيت كده وبناخده على الجريل السيك ما بياخدش وقت يعني من السبع دقائي لعشر دقائي تاكل حتة لحمة طرية لو سبناها على النار اكتر من كده تشد معنا في النار يعني العكس يعني انا لحمة بتسويش معايا خالص لا ما هو نوع اللحمة اللي انت بيشتغل بي لحمة السيك بالذات اللي هي بتعامل منها الاسكالوبة او بتعامل منها السيك او بتعامل منها الشاورمة ما بتاخدش سوى كتير او تمام غير بقى اللحمة التانية اللي احنا بيعملها بقى في كباب الحالة وبندخلها في الخضار وكلام ده تمام دي ممكن تاخد ساعة ونص ساعتين على النار حسب نوع القطعية اللي انت جايبها طب هو ايه يا شيف برضو يعني سؤال برضو يعني مهم ايه اللي بيطري اللحمة عشان لو هي اسيا فعلا زي ما حضرتك بتقول سؤال حالو جميل اهنيك على السؤال ده بني بديها معلقة سكر وقت السوى تمام معلقة سكر وقت السوى وما تبلش غير في الاخر خالص يعني انا اجيب مية بتغلي احط فيها بصلايا جزرايا ورق لورة ولو فيه واسيب المية تغلي وبعد ما المية تغلي بس قط اللحمة فيها اه تمام وبعدين مص معلقة او معلقة سكر اتبل بقى الملح والفلفل معلقة السكر تتحطي امتى تتحطي في الاول خالص اه والمية بتغلي اه انا حاسة بابا نويل عنده حال عايزة هو وجعان هو وجعان والاكل قرمي ستوى او لا انا خليني وقالين عادي اقول لحضيك انا جيب له بيتزة قبل الهوى فواك البيتزة يعني بس اللوقفة لتعارفة يعني تمام طيب احنا دلوقتي نبتدي في اللحمة صح او هنعمل ستيك وانعمل معه ستيه فراخ بتستيه في الفرن مع الرز البسمتي وشوات سلطات بقى كده وطاجم بشامل عشان محمد الشهد ونصر الشهد موصين لعليه قبل الهوى طب انا بقى هسماعك حاجة من مؤمن دلوقتي تروق عصابك وبالك وانت بتعمل اللحمة مؤمن عمل جوه في المكان طبعا ماشاء الله عليك ربنا يسلم حبيبة مؤمن سمعنا بقى ونعمل اكلة بس فيش اكلة بعد الهوى طيب قبل بس